السلام عليكم معكم رشيد العلالي يوسف بحار محمد حسني مديس وابن ناديا اليوبي زهر ايتحل رحمة الحناوي جميل الشادلي عديل بن موسى عزيزة العيوني برنامج كلمة ونغمة مقدم وصحفي بقسم الأخبار بالقناة الثانية صحفي في القسم الرياضي بالقناة الثانية صحفية ورئيسة خلية النقل والبيئة بالقناة الثانية مقدمة الأخبار بالقناة الثانية صحفي بالقناة الثانية رئيس التحرير بالقناة الثانية رئيس تحرير برنامج كلنا أبطال ورئيس تحرير برنامج مختفون نتمنى هذه السنة إن شاء الله دخل لكم بالصحة والسلامة والخير والتيسير ورزاق الكثير فيما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب نتمنى لكم أيضا النجاح والفلاح والسمرارية أيضا وكل الألوان للإبتساماتكم مرسومة على الشفاة متاعكم نتمنى لكم سنة سعيدة دخل لكم بالصحة والعافية بكل ما تمنيتهم إن شاء الله بمناسبة حلول السنة الميليادية الجديدة كانت من الشغيلة القناة سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير وكانت من الرياضة المغربية واصل الزهار أتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله مليئة بالمصرات والأفراح عام ولا وعام آخر قادم ننتظر منكم المزيد من التفاعل أسكس أمينو أمبركي جميع المغربة إن شاء الله كانت من لكم سنة سعيدة من الأفراح والمصرات إن شاء الله وإن شاء الله يحقق لكم كل الرجاء دي لكم في هذا العام إن شاء الله قريبا سنودع سنة 2017 بكل أحزنها وبكل أفراحها وسنستقبل سنة جديدة 2018 التي أتمنى أن تكون سنة حبلة بالخير على الجميع مليئة بالأفراح والمصرات إن شاء الله سنة سعيدة إن شاء الله لكم والوليداتكم سنة سعيدة على بلادنا وكانت منى أن إن شاء الله هذا العام هذا 2018 يعمل فيه الأمن والأمان والسلم والسلام في بلادنا دائما وفي كل بقاء العالم هذا السنة 2017 يعني الحاجة التي قد عندنا رأسها في الدين خصوصا طاقم برنامج مختفون هي أنه العودة دي السبعات دي الفتيات من مركز حماية توفرة بمدينة مراكش رجعوا ويعني الفرحة عمت جميع أفراد طاقم دي البرنامج مختفون أيضا كنا أبطال هذه السنة تميزات في 2017 مجموعة من البروتريهات ومجموعة من الشخصيات اللي قدرنا أننا نوصلوا لحياة ديالهم المهنية والحياة الخاصة ديالهم للمشاهد الكريم وأكيد أنه في 2018 قد تكون عندنا يعني شخصيات أخرى هذه نتعرف عليها وأيضا نتمنى في 2018 تعود على الأشخاص المختفين أنهم يرجعوا المنازل ديالهم يرجعوا البيوت ديالهم بعدما أنهم حزنوا الأسر ديالهم والأمهات ديالهم والأباء ديالهم